نروح للزمالك في جلسة جمعت الكابتن حسين لبيب بعبدالله السعيد ايه اللي حصل بقى في الجلسة دي؟ الجلسة دي كان فيها كلام محترم جدا من ادارة نادي الزمالك تحديدا من الكابتن حسين لبيب مع عبدالله السعيد تقديرا لما قدمه عبدالله السعيد منذ انضمامه للفريق وتأثيره مع الفريق تأثيره الايجابي مع الفريق وتم الاتفاق المبدئي على تجديد تعاقد عبدالله السعيد مع نادي الزمالك لمدة موسمين تركز معاي اخر الموسم ده عبدالله سعيد هيكون تدم للأربعين سنة ومشي في للأربعين كمان يعني راح ماشي في للأواحد واربعين كمان معنى نلاعب جدد سنتين كمان ده معناه ان عبدالله السعيد سيعتزل قرة القدم او على الاقل ينهي مشواره مع نادي الزمالك وهو في عمر اتنين واربعين سنة هتقول لي 22 سنة مش هعتزل اقول لك معرفش لكن يقول لك بعد الزماني كان عايز هلعب سنة سنة في نادي اخر هتقول لي تب ده كلام منطقي هقول لك في علم الكورة وتاريخ الكورة الكلام ده عمره ما كان منطقي بس في علم عبدالله السعيد ومنطق عبدالله السعيد كل حاجة منطقية والدليل انه لاعب وهو ماشي في سن الاربعين اهو اكتر لاعب بيعمل مجهود بدني في فرقته اكتر لاعب بيستخلص كرات اكتر لاعب بيعمل دور دفاعي اكتر لاعب بيعمل دور هجومي اكتر لاعب مؤسر بتمريرات حسيمة اكتر لاعب مؤسر بأهداف كل شيء بيعمله عبدالله السعيد وعند 40 سنة لما قول لك يوعد 42-43 سنة مش تبقى حاجة غريبة اوش ممكن يهبط مستوى شوية بس يعني هيبقى حسن من الناس كثيرة موجودة هداء مميز ورائع من عبدالله السعيد ودايما مدهش لعب كبير لعب عظيم